انت عارف انت ان محافظات مصر الكبيرة فيها كثير من المشاكل خلونا لما مثلا نتكلم عن محافظة في صعيد مصر محافظة سياحية يعني محافظة فيها كثير من القصار وفيها توافد للسائحين فتلاقي ان فيه شكاوى كثيرة ومتكررة من اهالي هذه المحافظة محافظة اسوان لتراكم اكوام القمامة في مدخل السياحي اللي بيعتبر وجهة سياحية للسائحين من كل مكان وهذا بيطلبه بان يتدخل المسؤولين السياح رايحين جايين في وسط القمامة وبعض يعني هذا المشهد الحقيقي مشهد صعبة وبعدين ترجع تقولك السياحة تراجعت تراجعت وقولك احنا عايزين سياح وحيقل لنا 30 مليون سايح سايح فين يا عم؟ ده في اسوان فاسوان البلد السياحية اللي المفترض بتقوم على السياحة والناس بيجوا يشوفوا السياحة في اسوان حاصل فيها كده وما البقية الدول بقية الاسف المحافظات بيحصل فيها ايه؟ خلونا نسمع لأستاذ احمد موسى وهو يتحدث عن السياحة في مصر بقول ان مصر من اهم مقصد السياحة في العالم وعايز 30 مليون سايح؟ فيه؟ عايز 30 مليون سايح؟ بقول رقم على فكرة انا بقول رقم عايزه؟ عايزين 3040 مليار دولار باتكلم على رقم بالمناسبة سياحة يا جماعة احنا عايزين سياحة عايزين سائحين عايزين فلوس عايزين الناس تدخل طب خلونا سمعك الناس اللي كبشة النار واللي عايشة في وسط الحدث وهم بيتكلموا عن الوضع المزري في اسوان وتحدثوا عن القمامة وتحدثوا عن هذه الازمة وازاي تحدثوا فيها ولم ينصفهم احد والكلام مش النهاردة بس ده الكلام من زمان خلونا نسمع و بصراحة اسوان دلوقتي مش زي مثلا من قبل الثورة بفترة كثيرة مش عشان من اجل الوضع في البلد يعني بس دي حاجة تتعلق النظافة بتاعة البلد في بيوت على طريق الخزان بالكامل ده مرشد سياحي بيتحدث عن الازمة في اسوان محافظة اسوان اللي فات كان بيقول ان احنا هننشئ شركة قبضة للقضاء على ازمة القمامة ازمات السياحة ومشكلات الصرف والقمامة تحاصر المحافظة ومحافظة اسوان قال ان احنا هنقضي وحنعمل شركة قبضة للقضاء على ازمة القمامة خلونا جماعة نسمع المحافظة ويتحدث عن هذه الازمة وازاي هنقضي عليها هنقضي على الوقت 300 متر من هنا اللي احنا فتحناه احنا لما قفلنا هنا ودينا المخلفات على المحجر منه بحيث ان انا اقفل هنا واخلي الامور عندي خلونا انا هي كلمة اللي ان انا عشان هو هنا اصواء لازم يعمله على مراحل هو هنا عشان يوقف نشتاعد لان هو لو رجي رمى هنا تاني في المحطة الوسيط هيرجع يشتاعد برازي المرحلة الصغير هتاني اللي بعد كده تودي فينا عند الخورين عند الخورين اللي جوا ده بعد ما هنخلصها البطيب واني اكبران عسر هنين هي فند المحطة يعني او لا اديكم الكشيف الجديه واحد على عاشرة من اللي كان هنا الدنيا هنا كانت مضمرة